وانا بشوف مدير فني بيظهر لأول مرة بشوفه إلى حد ما وبركز معه في التفاصيل يعني مش بس فكرة انه نجح في قيادة الاهلي لتحقيق فوز خارج الارض في بطول الدولة الابطال لا بشوفه بقراء في كل تفاصيل المباراة اختياره للتشكيل الاساسي اللي هيبدأ بيه طريقة لعب الفريق توجيهاته وشخصيته ووقف على الخط بره تغييراته وتبديلاته أثناء المباراة كل ده إلى حد ما بيكشف شوية من ملامح طريق التفكير أو شخصية النادي الاهلي مع مدير فني بقدر وبحجم مارسيل كولر وخليني أشوف كده رأي نجمينا النهاردة كابتن محمد حشيش ماذا قدم مارسيل كولر في الظهور الأول ليه مع النادي الاهلي في مواجهة الاتحاد المنستيلي شفت ازاي يعني أنا عرف طبعا أنه بدري جدا جدا على أن احنا نحكم على تجربة مارسيل كولر أو على بصمة مارسيل كولر مع النادي الاهلي هو شخصيا محتاج وقته ومحتاج ماتشات كتير لكن بالتأكيد فيه مقدمات فيه مؤشرات كده قريت ازاي مارسيل كولر في ماتشن بارح كابتن حسيش بص هو زي ما أنت بتقول هو الشخصية بينه من البداية يعني ألف به تدريب مدير فني حتى وإن كان كبير ولا السفيد كبير قوي أول مباراة ليه وخارج أرضه وبيلعب في إفريقيا حتى بالنسبة له هو جديدة مجهولة جديدة ما يعرفش إيه الفرق بين تونس وزنبابوي ونيجيريا والمغرب ساحل عجوة الدنيا كلها وطبيعة المباراة أساسيات الماتشات بين الفرق المصرية ولسه الكلام ده بالنسبة له جديد والانطباع للمفروض أن تقال له أن أنت راح تلعب في تونس ده تونس دي من البلاد اللي هي زي ما نقولنا في البداية دربيات دايما مع مصر وفيها فرق كويسة ومنتخب وصل كاسعالم وفرق قريبة مدائد من من التطويق وما بتلعبش في دور زي مثلا فرق تانا بتلعب في دور الاربعة وستين فالمستويات لسه قليلة لأ ده المستويات كويسة ستة حد لعفة واربعة وستين بس الفرقة دي بتحديد الاتحاد سنة الفاتد بينفس على الوصيفة فدي في حد ذاتها دور التونسي دور التونسي دوري قوي فلما يبقى واحد بينفس لأخر لحظة لأخر أسبوع على البطولة لأ ده فرقة عندها عناصر وعندها مدرب واه 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 لسه كم بتلعب الترجي ماتش ودي وكاد كسبانا الترجي بالترجي الترجي تعادل معها في ديئة تسعين أعتقد أولا هو مدرب عنده خبرات وعارف النادي الأهلي كان بيتدرفه فاكس تيف دار كنوفيتش فكل الكلام ده اللي أنا أقصده يخلي المدرب يبقى دايما اتجاهه إن هو يطلع بأحسن نتيجة ما يتغلبش هناك يطلع بنتيجة مثلا دروماتش عشان يجي عوض هنا بغير ما يتحسس الموضوع إنما شفنا شخصية النادي الأهلي لعب بشخصية البطل يعني لعب بشخصية البطل أبتدي معاكم التشكيل يعني أول ما تم الإعلان على التشكيل التشكيل الأهلي اللي هيبتدي المباراة أساسي في أسماء كانت مفاجأة بالنسبة لك بص أنا عايز أقول لك أنا أعتقد أن فيش حد في مصر كمدخيل التشكيل ده لأن فيه حاجات جديدة طبعا فيه مراكز لخلاف زي مثلا حراس المرم حمد شناهه طبعا إنما الدوتو بتاع المساكين يمكن أول مرة يلعبوا مع بعض محمود المتولي ومحمد عبد المنع طبعا يعني الاثنين دول أول مرة التركيبة دي مع بعض لأن الاثنين بصراحة لعبة كورة فبرضو ده اختيار جديد بالنسبة له علي معلول ما علهوش خلاف صحيح أكرم كان مفاجأة طبعا كان فيه ناس برضو تفكرت وقولك يعني إيه بلاش يبتدي بأكرم عشان أكرم جاي من مشوار كبير وبعيد قوي وبتاع يبدأ بهاني ولو حصل حاجة يدي له شوية يعني يبتدي واحدة واحدة لحدة هو ابتدى على طول نص الملعب انت عارف ده مش غريب علينا لأن السولية وديانج زي السولية وحمدي زي حمدي وديانج يعني دي ما علهاش مختلفة هو لعب طبعا بالطريقة بيجيد فيها النادي الأهلي 4 2 3 1 كمان أنا يعني برضو كنت حاسس أنه هو مش هيبتدي بالصفقات الجديدة من أول مرة وخصوصا ده هو ابتدى ببرولو وبشادي وبشادي وخصوصا للتين دول بالتحديد برضو لعبة كرة انت محتاج في المباراة اللي برا اللي مش على ملعبك وبالذات في أول مباراة ان انت تلعب الناس اللي السرعات اللي مش يعني انت فاهمت زي بتحتاج بقى المعلمين والاستوات والكرة وبتعلم ما تبقى على أرضك تبتدي القصة تبقى مختلفة يعني فهو ابتدى بيهم يعني بقيت يعني ده التشكيل ككل أنا أعتقد أنه هو يعني يعني أحمد إيه شخصية النادي الأهلي كانت باينة باينة من البداية اللي ضغط تحس أن الفرقة مش راحة لا بتدافع وعمل استحواز بس لا استحواز وبتروح صحيح ما كانش فيه فرص كتير على المرمى إنما كنت حاسس إن انت لا الفرقة التانية اللي خايفة منك يعني الفرقة كفتك أتأل في الملعب انت حاسس كفتك أتأل وديمي الحاجات اللي انت قلتها اللي أتمنى ميستر كولر ووضح حتى إنه راجل فكره هجومي حتى التغييرات يعني في التوقيت طبعا قالك يعني مدير فن كتير يقولك إيه أنا أمن بقى خلاص خفضلش كتير ودني لا راجل هجوم يعني هجوم شريف وحسن حسن فرودة أنا عايزي فهم كمان ورسالة للفرقة بتاعته نفسها إن أنا لأ ده أنا عايز أكسب وعايز أهاجم مش عايز أنكمش عشان الوقت ولا 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 بالعكس كمان بنت قوي فيه الهدف اللي جه إن انت في الآخر خلاص بقى يعني أي حد في الدين يقول الحمد لله ماتش صفر صفر وعلى فكرة كانت تبقى نتيجة كويسة جدا بالنسبة لنادي الأهل في أول ماتشاته القضية ممكن ده ستايل يعني لايف ستايل يعني قضية ممكن ده مدرسة عندنا فكون إن أنا أخلي المساك برضو يطلع لأنه ممكن كان أقل محمد عامل عامل لا أخليك خلاص الموضوع انتهى يعني أنا متكلم في خلاص مفيش وقت فخليك برضو عشان تحسما لأي حاجة ونطلع بالنتيجة لا مكمل إنت لو تشوف كم واحد كان مهاجم في الكرة السابتة دي أكتر من سبع لعيبة موجودين لا بس الكرة السابتة دي الحقيقة واضح كمان فيها شغل مدرسة يعني تحرك اللعيبة طبعا استعدادهم وقوف طبعا معلول مع طاهر على الكرة وشكل اللعيبة ما هي بتتحرك وفي اللقطة اللي هي قبل ما تتلعب على طول محمد عامل عامل بيكلم محمد شريف إنه هو يحجز الراجل برضو ياخد انتباه الراجل معه لأنه هو كان واقف على البعيدة وراه قطع على في حاجة معمولة دي طبعا المواقف دي بتاعت مدير فني ما بيعملاش اللعيبة كده من نفسهم ولفت وكرة يا أحمد اللي من الشوت الأولاني برضو الكرة اللي تلعبت اللعبها لعبها مين برضو الفاول اللي تلعب برضو بس تحطش جمدة معارش كم مين اللعبها يعني برضو بالرأس ده كان برونو سافيو برضو اللي طلعها الجول كيبر برضو تلعبت بشكل كويس فواضح إنه هو المدربين الكويسين بتعرف بتعرفوا من الطريقة والشكل العام للفرقة وكور السابتة ومدى الاستفادة من الكور السابتة زي ما بقولك يعني المكافأة كلها بتاعت الفرقة بعد التعب وبعد القفلة دي كلها هو الهدف نيجي في التوقيت ده لأن انت لو تلاحظ السنة اللي فاتت كنا في مطشط كتير جدا ممكن بتبقى مهاجم وبفرص على الجون مثلا أزيد من 18 فرص ما تجيبش حاجة وفي واحدة مرتدة خايبة تيجي في الجون تخسرك ثلاثة بنت انت كنت محتاجهم في السباق بتاع الدوري ترجمة نانسي قنقر